قاعدين يا ربي لك الحام سار عندي شركتي اللي تدير أكتر من فندق وإن شاء الله قريب حنيمتلكها مية في المية وبرضو ما سلمت من إني أحبط كان عندي شريك للأسف الشديد ما حقول شي ما حقول إيش سار ولكن أحبطني بإنه هو أبخس حقي وإذا الشيء طبعا ما وقفني ولني وقفني أنا حرود عليه أولا طبعا دولتي حتأخذ القانون بالقانون حأخذ حقي وأنا حرجع له مضعف اللي كان عندنا وهذا وهذا إذا دل على شيء دي لأنه الواحد لازم يكون عنده إيمان بالله وإيمان بنفسه وإيمان بأنه هو إيش بيعمل وعلى الرغم من نجاحاتي يا ربي لك الحمد هناك كان فيه ثغرات مرة كتير في البداية ما كان أحد يساعدني مستغربين هذه البنت أو هذه السيدة اللي جالسة تتحرك في الأوتيل من الرسيبشن لقاعة الحفلات من هذه هذه سعودية هذه إيش بتسوي إيش وظيفتها إيجابها هنا لما السيدة سعودية تقتحم مجال جديد تماما على المرأة السعودية وعلى المجتمع السعودي وطبيعة الحال حيكون فيه استغراب واستنكار استنكار ثم استغراب لهذا المجال فطبعا غير طبعا إنه هو كان حكر على أخواننا الرجال اللي ما نستغنى عنهم اللي أجبرناهم فيما بعد بنزوقنا ولطافتنا وحبنا بأنهم هم إحنا وهم نكون سند لبعض كل الجنسيات خير وبركة بس أنا سعودية وأفتخر إن أنا أكون سعودية وما أحب أحد يظن إن أنا ماني سعودية هذا الوحده كان بالنسبة لي شيء عظيم إنه واحد يقول لي أنت سعودية طبعا أنا سعودية أشياء كتير مرينا بيها لكن الحمد لله تخطيناها عشان نبن نتعلم عشان نبن ننتج لنفسنا والأهلنا والمجتمعنا وعيالنا عشان عيالنا يفتخروا بينا عشان بلدنا تفتخر بينا عشان نكون في نصاب الناس المبدعين الأوائي اللي إحنا ننتمي ليهم وأنا دايما أقول هذا الكلام لنفسي والعيالي ولكم أنت وأخواني وأخواتي أنا دربت عدد كبير من السعوديين والسعوديات وقابلتني يعني أضحكات في هذا الموضوع إنهم هم مو راضين يتدربوا من عندي عشان أنا سعودية يمكن أنا أحدي لهم بطريقة غير الناس الأجانب الأجنب حيبدع بس السعودية ما حتبدع يا جماعة الخير تعالوا أنا أبترى أدربكم ببلاش الغير سعودي ببلاش الأجنب ما يجوا ما يحضروا الكلاس يحضروا الكلاس وهم جلسين بيتكلموا يطالعوا فيها ويضحكوا لابدوا ليش يسوي فيه يعني كتير 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 أشياء وصعاب كانت بتحبط من الإنسان الإنسان الضعيف الإنسان اللي ما عنده طموح والإنسان اللي ما عنده حب اللي هو بيعمله فأنا دائما بقول حب 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 لأنه طول ما أنت تحب الشي حتحتفص به حتتمسك به بالتالي حتبدأ فيه ترجمة نانسي قنقر